بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزة في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلمنا طبعا بأنشطة لتقويم التعلمات ودعمها الوحدة طبعا الخامسة طبعا ديال 2021 نعم حقي في عدم التعرض لاعتداء ودوري في حماية نفسي ثم عدنا الدرس الثاني وهو سنراه أحترم القانون في استعمال الطريق نعم إذن نبدأ بالدرس الأول التمريل الأول حماية الطفلات من الزواج المبكين مسؤولية طبعا الجميع لاحظوا الصورة عدنا مجموعة من الفتيات هنا مكتوبة القطاء على تزويج الطفلات يبدأ طبعا بتعليمهن إذن أوظف تعلماتي مكتسبة من الدرس التاسع ثم أصفهم مضمون الصورة وأستخلص الرسالة إذن ما هو منور هذه الصورة نعم هو يعني أن وعي القاصرات نعم وعي القاصرات يجنبهن يجنبهن ماذا نعم مخاطر زواج المبكر مخاطر زواج المبكر الزواج المبكر نعم إذن هذا طبعا هذا وصف ثم الرسالة نعم الرسالة نعم هي نعم الفتيات تود الطفلات التعبير عن حماية حماية الطفلات طبعا من الزواج مبكر نعم من الزواج المبكر طبعا وطبعا حمايتها أو حمايتهن حمايتهن طبعا من هذا الاعتداء على الطفولة وطبعا حرمانها حرمانهن من حقوقهن يعني التعليم وطبعا اللعب نعم عدنا هنا أكتبوا في دفتاري فقط إنشائية من الأسطور وعرفوا فيها بالزواج قاصرات وأكتري حماية بغي عمله لحماية طبعا الطفلات نعم إذن زواج القاصرات نعم تعريف يالو زواج القاصرات نعم هو إرغام طبعا الطفلات وإرغام الطفلات دون سن القانوني دون السن 18 على الزواج المبكر على الزواج المبكر طبعا يعني وحرمانهن حرمانهن من طبعا النمو الطبيعي نعم من النمو الطبيعي والحق طبعا والحق في السلامة الجسدية والحق في السلامة الجسدية كذلك والتعليم والتقوين هادو كامل هادو كامل الذين هادو كامل الذين يهيئنا يهيئنا يهيئهن يعني الطفلات لبناء حياة كريمة لبناء حياة كريمة لبناء حياة كريمة طبعا ولحماية والحماية طبعا الطفلات من هذا طبعا الزواج اللي هو قلنا المبكر ماذا ينبغي والقضاء على هذه الظاهرة نعم أولا هذا الشيء ينبغي تثقيف تثقيف يعني التقافة تثقيف الفتيات ثم تثقيف الآباء والأمهات تثقيف 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 الآباء والأمهات ثم طبعا تقديم المساعدة والتحفيز على متابعة الدراسة تقديم المساعدات وتحفيز الفتيات وتحفيز الفتيات نعم على فتيات على متابعة الدراسة على متابعة الدراسة نعم على متابعة الدراسة ثم هناك سن تشريعات رادعة هذه السن تشريعات وقوانين تشريعات رادعة رادعة وتنفيذها نعم تنفيذ هذه الشريعات وتنفيذها طبعا ثم دعم التعليم بعدما يقرأوا في التدائي ينبغي دعم حتى تتابعنا الدراسة نعم بداية زواج قاصيرات هو إرغام الطفلات دون السن على الزواج المبكر وحرمانهن من النمو الطبيعي والحق في السلامة الجسدية والتعليم والتقوين الذين يهيئهن لبناء حياة كريمة ولحماية الطفلات من هذا الزواج المبكر ينبغي تتخيف الفتيات وتتخيف الآباء والأم هتوعيتهم وتنام ثم تقديم المساعدة وتحفيز الفتيات على متابعة دراستهن وكذلك سنة شريعات وقوانين رادعة وزاجرة طبعاً وتنفيذها نمر إلى التمرين الثاني العنف الجنسي ضد أطفال مشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكاً لحقوق الطفل ويأخذ شكل الاعتداء الجنسي أو اغتصاب أو تحرش الجنسي والمواد الإباهية وتساهم الأنطريط والهواتف النقالة في تعريض الأطفال للعنف الجنسي ولمخاطر أخرى من الاستغلال ومعدم الأطفال والأصال لا يبلغون عن حالات الإداء والاستغلال بسبب وسمة العار والخوف والعدام الوعي بأهمية الإبلاغ نعطنا أقرأ النص أعلى أذكر أشكال الاعتداء والعنف الجنسية التي تعرضها للأطفال نعم هايا عدنا في النص كنا الاعتداء الجنسي نعم الاعتداء الجنسي ثم طبعاً الاغتصاب نعم ثم التحرش الجنسي نعم التحرش الجنسي كذلك هو المواد الإباهية المواد الإباهية وغير ذلك نعم هنا قال لك أبهية إذا كانت تحترم فيها فطبعاً لا تحترم حقوق طبعاً الطفل لا تحترم حقوق الطفل بل هي انتهاك لحقوقه انتهاك لحقوقه طبعاً هنا أستعينوا بمكتسبته في الدست 8 وأوضحوا مخاطر التي يكون الطفل ضحيتها بفعل استعمالهم غير آمن الانتنات إذن المخاطر فعدنا أولاً من بين المخاطر عدنا هنا التخويف التخويف طبعاً والترهيب عدنا كذلك التحرش الجنسي نعم عدنا كذلك التحرش الجنسي عدنا طبعاً التحريد على العنف التحريد على العنف وكذلك الكراهية التحريد على العنف والكراهية انتحال هوية عدنا في الدرس انتحال طبعاً هويات نعم انتحال طبعاً هويات طبعاً مزورة لالتصال الأطفال الالتصالي الالتصال بالأطفال وترويج معلومات غير صحيحة ترويج معلومات ترويج معلومات غير تتعادنا في غير صحيحة ثم كذلك غزو الحياة الشخصية غزو الحياة الشخصية هي إذا كنا من المخاطر تخويف الترهيب التحرش الجنسي التحرد على العنف والكراهية انتحال هويات مزورة لالتصال الأطفال ترويج معلومات غير صحيحة وكذلك غزو الحياة الشخصية هنا قالوا لنا أعبروا عن رأيي في عدم تبليغ الأصلى عن هذه الحالات طبعاً رأيي ينبغي هذا خطأ كبير وهذا جريمة في حق الأطفال ينبغي تبليغ الأصلى عن هذه التصرفات أقتلح بعد التصرفات تحميل أطفال من عنج جنسي نعم سأقول لكم بعض التصرفات إذن هذه بعض التصرفات هي لا أنفيد مع أي شخص بارع في أي مكان مناسل أفضحوا كل تحرش جنسي تعرضوا له وأبلغوا عنه طبعاً لماذا؟ أفضوا ضرباً باتاً كل اعتداء وتحرش جنسي وبالتالي لا أنفيد مع أي شخص أفضحوا كل تحرش جنسي تعرضوا له أرفضوا الإغراء المادي للاشتراك في أي نشاط الجنسي ثم لا أقبلوا بالزواج المبكر لأنه انتهاء كل حق إذن هذه بعض السلوكات هذه قد ذكرناها في الدرس لا أنفيدوا مع أي شخص بارع أفضحوا كل تحرش وأرفضوا الإغراء ولا أقبلوا بالزواج تبعاً نمر إلى الدرس العاشر أحترم القاومة في استعمال طريق نعم أنقلوا جدول في دفتري وأضعوا عالمة خطراء أمام تصرف لأراهم منازمة لعبور الطريق وفصلوا اختياري كيف أتصرف العبور طبعاً السليم نعم لاحظوا أقفوا على بعد 50 سنتيمتر يعني نس متر من حافة غاسم نعم لأرا السيارة وأظهروا وأظهروا لسائقها أو لأستعدوا الدخول من دقت الخطر لا لأرا السيارة وأظهروا لسائقها ذو ما أختاره ذلك طبعاً ينبع حماية وفصل تصرفي حتى أرا السيارة وحتى يراني سائقها نعم للأمن نعم أبدأ العبور نعم إذا شاهدت السائق وخفف سرعته وأشار إلي أجلي سريعاً وأنتهيز الفرصة للعبور لا الجواب صح هو إذا شاهدني السائق وخفف سرعته وأشاره طبعاً إذا شاهدني السائق فيخفف سرعته قد يقف وهو سبح لي هذا سلوك تصرف نعم جيد هذا أثناء الوقت الذي أعبر فيه الطريق أنظر دائماً إلى الجهتين اليوم واليسرى أجل أجل كي لا أعيق حركة لا أنظر دائماً إلى الجهتين اليوم واليسرى أتأكد من أن الطريق خالية لأعبر بسلام أما أجل كي لا أعيق حركة هذا خطأ هذا إذا لدي صديقي من الرصيف المقابل أعبر من أي مكان لأنه ينتظر لا أستعمل ممر راجل لأحمل نفسي نعم أستعمل ممر راجل لأحمل نفسي وهذا تصرف طبعاً هو الذي يبغي حماية لنفسي أليساً تصرف حماية لنفسي نعم ثم عدنا هنا قلنا عند مدخل مرأة بسيارة أعبر دون حذر أو انتباي مني أتوقفوا حذر ثم أعبر ربما تخرجوا السيارة من المرأة فينبغي الحيطة والحذر أتوقف حذر ثم أعبر حتى أتمكن مني أن سيارة إما خرجت أو لن تخرج من المرأة شكراً